هذا البرنامج برعاية موضوع مثلية موضوع مو سهل واحد يحتي على هالموضوع هواي ناس دي يسوون اشياء من جوه لجوه رياجيل يزوجون نساء بس علاقتهم الجنسية مع نسائهم او زوجاتهم غير الصحية وهواي نساء دي يسوون نفس الشي من زوجات جوز بسعتهم علاقات جنسية مع اغاية نساء هواي شابات دي يسوها مجتمعاتنا وهواي شباب دي يسوها مجتمعاتنا بس ما حد يحتي على الموضوع والكل يديرون راسهم على هالجهة او الكل يقشبون ويحتيو من جوه تجوه بس ما حد يحتي على الموضوع لانه الموضوع بالنسبة لإسلام حرام بس دي يصير هالموضوع شنش شنش رح نسوي عنه الموضوع بالنسبة إلي هذا شغلة نفاق وليس شغلة وليس أي شغلة أخرى يعني إذا أحد يكذب بأي علاقة علاقة زوجية أو علاقة عاطفية أو رماسية إذا هو يكون يريد شي بس يسوي شي ثاني مع زوجته أو زوجها فهذا دي يكذب على الزوجة أو على الشخص اللي عنده علاقة معه هذا دي يكذب على نفسه دي يكذب على إنسانه أو الإنسان القدامة دي يكذب على المجتمع وأهم شي دي يكذب على الله فعني بالنسبة إلي شنو الفائدة نسوي لخالها هالخوف من هالحجاية هاي المثلية يصير أو ما يصير حرام وحرام مدري شنو هالأشياء والناس صراع صاير صراع اجتماعي بين الناس شنو يصيروا مدري شنو هالأشياء هاي بدل ما نصير هالصراع ونحكم من بعيد وننسوي كل أشياء الناس يسوون الأشياء من جوة جوة هذا دي يصير إنه مشكلة اجتماعية حقيقة أحسن الناس إنه يحتي الحقيقة تجاه النفس تجاه الشخص القدامه تجاه المجتمع وهم شي تجاه الله فإذا عنده إحساس واحد جنسي غير شي غير المتوقع والمعروف عليه بالمجتمع أحسن يحتيها بدل ما يكذب لأنه إذا واحد يحتيها بصريحة ونتناقش كمجتمع بطريقة صحيحة على الأقل لقي حلول أو لقي كيف نتجاوب مع هالحديث بطريقة عصرية بدل ما نكون نكذب ونقول لا 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 هذا حرام ميسر 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 تخلوها بالخش بال مثل طمطمة قبل ما نحتي أنا ما عندي رأي بهالموضوع الرأي الوحيد إنه حرام الكذب على الله وحرام الكذب على المجتمع وعلى الأشخاص الحوالي وعلى نفسي فخل نبدي بص صراحة أهم شي ونتحدثها بطريقة واضحة وبعدين نشوف كيف المجتمع الإسلامي والعربي يجاوب هالموضوع بطريقة التي تتقبلها بها المجتمعات العربية والإسلامية هذا رأيي شون رأيكم جوسوا لي على موضوع ترجمة نانسي قنقر